المستوى أنا في حيرة من أمري وأعتقد أنه جزء كبير من جماهير نادي الأهلي زي ما كولر شخصياً ممكن يكون معنا مشترك في نفس الحيرة دي أنت هتلعب قدام الترجي هناك بمين كل لعبة الأهلي في الفترة الحالية الحمد لله الحمد لله نجوم يمكن يكون فيه لعبة شوية بعيدة عن الصورة لكن ممكن جداً تحتاجهم وممكن جداً يكونوا جاهزين قبل لقاء العودة يعني أنت هتلعب يوم 18 و هتلعب يوم 25 بالتالي عندك عبدالقادر قريب جداً جداً من الصورة عندك أحمد نبيل كوكا قريب جداً من الصورة عندك عمر السلية قريب برضو من الصورة طبعاً موقفهم مش نهائي أو ما تحددش بشكل كبير لكن يمكن يكون أقربهم عبدالقادر عندك ديانج عندك ياسر عندك شناوي التلاتة تقريباً طبية جاهزين مفيش مشكلة لكن يتوقف بقى حالتهم البدنية والفنية ممكن تكون عاملة إزاي جدول الأهلي على مدار الأسبوع النهاردة فيه تمرينة هتشوفوها وتبعوها معنا في السادسة إن شاء الله متطمن منها على استعدادات النادي الأهلي وعلى اللعيبة اللي كانت غايبة الفترة الأخيرة بكرة هيكون راحة بقرار من ميستر مارسل كولر هيسافر إن شاء الله بإذن الله بكرة كابتن خالد بيبو وكابتن سامير عادلي عشان يحضروا بقى المعسكر تونس إن شاء الله بإذن الله مفترض إنه الثلاثة كمان بكرة لإثنين راحة الثلاثة هيكون فيه تمرينة هنا الساعة ستة وإن شاء الله هنتابعها معاكم إحنا هنتابع معاكم الأهلي لحظة بلحظة على مدار الأسبوع ده ويوم الأربعة هيكون فيه تمرينة الساعة أربعة بعدها إن شاء الله تتحرك الفرقة كلها وبعث النادي الأهلي للمطار عشان تسافر لتونس السعدادة لمواجهة الترجي إن شاء الله يوم السبت اللي جاي عمر السلاء زي ما قلتلكم قريب جدا من الصورة هو عمل أشعة في نهاية الإسبوع اللي فات ده عشان يعرف يعني قد إيه الإصابة بتستجيب للبرنامج التعيلي اللي تحطله من قبل الجهاز الطبي وهل ممكن يكون جاهز إن شاء الله قبل مباراة الترجي ولا لا لكن في النهاية زي ما قلتلكم اللي موجود يسد يعني يعتقد وفرة اللاعبين تتكلم على عمر كمال مثلا طبعا عمر كمال شرعب أفريقيا لكن واحد من اللاعيبة الحقيقة يعني يعني لفته انتباهي وأثاره عجابي بشدة اللاعيب عنده روح الفنيلة الحمر اللاعيب بينزل 13 دقيقة شعالة نشاط اللاعيب بيغير من وده اللاعيب اللي برا أنا عليه ع الدكة دايما اللاعيب اللي قعد ع الدكة مش نازل بديل اللاعيب اللي قعد ع الدكة ده ورقة ومفتاح جمهور النادي الأهلي قبل الجهاز الفني قبل مرسل كولور أنا بركز كويس جدا وانا قاعد بتفرج على الماتش اللاعيب اللي نازل ع الدكة ده حالته ايه نازل يغير أو تأثيره في مدى تغيير أحداث اللقاء وتغيير إقاعه وأنه يكون مفتاح لعب وأنه يكون مصدر خطورة وأنه يشد الفرقة معه القدام بشوفه بقيس مين يقدر وهو ع الدكة ينزل يعمل ده ومين بينزل يؤدي الدور المطلوب منه شغل الموظفين حقيقة تغييرات كلها رمباح كلها غيرت شكل الفريق بشكل جديد ده مش معناه أنه الأهلي كان وحش بالعكس الأهلي من بداية المباراة يمكن التركيز كان غايب شوية يمكن كنا حاسين أنه احنا نسجل في أي وقت لغاية لما جات المفاجأة طبعا وقدرت البلدية من هجمة مرتدة أنها تسجل هدفها الأول لكن أداء الأهلي إجمالا كان كويس جدا مكاسب الأهلي من مرحلة عموما كانت بشكل كبير أعتقد مرضية الجمهينة دي الأهلي ومطمئنة قبل مواجهة التركي أحمد نبيل كوكا زي ما قلتلكم برضو هيكون جاهز لرحلة تونس يعني وارد جدا يكون مع الفريق يشارك ما يشاركش أنا شايفه واحد من اللعيبة لو جاهز فناء وبدنان ممكن جدا جدا في مباراة رادس كوكا اتنين من أصل تلاتة اتنين من أصل تلاتة اتنين من كوكا ومروان وأكرم حسب جهزيتهم طبعا اتنين يشيلوا خط نص النادي الأهلي وقدمهم أعتقد الأقرب ممكن يكون إمام بشكل كبير أعتقد دي الصورة القريبة لكن في النهاية أنت عندك وفرة في كل الخطوط النهاردة متولي ما شاء الله راجع بقوة ربيعة ومنعم عندهم حقيقة فترة الأخرانية مقدمين مستويات ومستوى التفاوم بينها هم عالي جدا سواء بتلعب رغم أنهم الحقيقة يعني هم أكتر اتنين لعيبة شالوا على كتافهم كتير يعني يعني كل المراكز التانية هتلاقي الروتيشن شغالة زي الفل المركزين دول ما فيش غير منعم ورابعة طبعا الحمد لله على سلامة ياسر إبراهيم متولي عودة في منتهى القوة بالتالي حتى المركزين دول ما بقاش عندك فيهم مشاكل ترجمة نانسي قنقر